السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة جديدة من فيلم جامد وبداية سلسلة اعتقد حتحصل في الايام القليلة القادمة اعتقد ان الحد الاقصى في الحلقات في السلسلة دي حيبقى خمسة ممكن يكون في اقل من كده شوية بدون حد ادنى يعني المهم احنا النهاردة عاملين حلقة بمناسبة انطلاق مهرجان برلان في نسخته الواحد وسبعين احنا اخر النسخة والنسخة الوحيدة اللي حضرناها من مهرجان برلان كانت النسخة السبعة وستين وكنت اتمنى ان المرة دي تبقى التغطية شبه التغطية اللي عملناها ساعتها واللي كانت شرحنا فيه التجربة كلها وتكلمنا عن الافلام وتكلمنا عن الاجواء وتكلمنا عن فكرة تواجدنا في دولة اخرى ولكن بسبب الكورونا والكلام ده كله مهرجان برلان السنة دي بيقام على مرحلتين المرحلة الاولى منه اونلاين بالكامل العروض بتاعتها مخصصة لمحترف الصناعة وللصحفيين وللطلاب من خلال عمليات التوثيق او الخطوات بتاعت الاشتراك والريجستريشن اللي شبه اللي مسافرين ولكن في النهاية لما بيتم قبول الطلب في الاخر بتاخد اكسس انك تتفرج على الافلام اونلاين على العروض اونلاين وده اللي حصل واعتقد ان في شهر ستة هيبقى فيه عدد من العروض معرفش ازا كانت العروض كلها ولا لا لان مهرجان برلان من المهرجانات العملاقة جدا في عدد الافلام اللي بتتعرض سواء داخل المسابقة او خارج المسابقة ولكن في شهر ستة هيكون في بعض العروض في بعض دور العرض في المانيا بحضور صناع الافلام والابطال مع فرصة للقاءهم وللتخور معهم والحاجات دي كلها ولا اعتقد ان احنا هنفوتها اعايز اقول لكم سريعا تقييمي للموضوع ده لان فيه اسباب كتير مخلياني اا مبسوط واسباب تانية مخلياني مش مبسوط مش عادي على اسباب كلها وزاقول السبب الرئيسي والسبب الرئيسي السبب الرئيسي اللي مخليني مبسوط هو اني في العادي دايما بحط في الاعتبار التكاليف بتاعة السفر والامور دي كلها اا والاكموديشن والاكل والشرب دي تكاليف مش بسيطة ولما مسافر على حسابي بيبقى قرار محتاج ان انا افكر فيه كتير يعني السنة دي طبعا الموضوع ما فيهوش القرار ده خالص على مستوى التكاليف يكاد يكون معدوم معا ده بس التكاليف بتاعة الاشتراك لا اي حد في الدنيا بيدفعها وده شيء كويس فكرة ان انا بتفرج من اماكن الراحة بالنسبالي في بيتي في قطي على الشاشة اللي انا بحبها على الكلام ده كله برضو من الحاجات الكويسة فكرة ان انا في وسط العروض ممكن اعمل حاجات اخرى مش بجري من فيلم الاخر والكلام ده كله ولو ان الصراحة دي ممكن تبقى ميزة وممكن تبقى عيب لانها برضو خلتني كسلان شوية قدتني بعض التواكل ولكن ارجع واقول تجربة حضور مهرجان اي مهرجان الحقيقة اي مهرجان محترم اي مهرجان بيبقى فيه اجواء حلوة بيبقى فيه اه ناس مختصة موجودة كتير ناس عندها شغف موجودة كتير اه ناس من اللي بنحبهم صحابنا وزميلنا اللي ما بنلتقيش بهم الا في المناسبات اللي الشبه دي فرصة محاورة صناع الافلام منتجين الافلام الممثلين والامور دي كلها في المؤتمرات واللقاءات والفعاليات الاخرى اللي بتبقى بجانب المهرجان بصراحة ما تتعوضش الحالة يا جماعة حاجة تانية بكل تأكيد المهم احنا النهاردة في اليوم التاني من المهرجان اه اليوم الاول اه شاهدت فيه الافلام التلاتة اللي بتنافس في المسابقة الرسمية والنهاردة احنا في اليوم التاني ومتأخرين شوية في الوقت بس انا لسه ما شفتش ولا فيلم من المشاركين في المسابقة الرسمية هم تلات افلام من النهاردة المفروض. انا الفيلم اللي كان عندي اولوية واهمية قصوى بالنسبة لي ان انا عاوز اشوفه النهاردة واتكلم عنه. في الحلقة دي بالتحديد هو فيلم سعاد. الفيلم المصري اللي كان المفروض ينافس بشكل رسمي في النسخة السابقة من مهرجان كان وبيتعرض السنة دي في مهرجان برلان ولكن مش في المسابقة الرسمية. انا معي اربع افلام شفتوهم. عاوز احكي لكم عنهم سريعا. مفيش مجال طبعا لمراجعة مفصلة متفحصة قبلها اعداد لائق والكلام ده كله. واعتقد ان هو ده اللي حنمشي به في الايام اللي جاية سواء بشكل يومي او نفوت يوم ونلم افلام على بعضها ونتكلم عنها. حنكتشف الموضوع مع بعض. الفيلم الاول اللي شاهدته في المسابقة الرسمية هو الفيلم الكوري وهو فيلم للمخرج هونج سانج سو وهو من صمار الافلام متعددي المواهب آآ الكبار في كوريا والمعتاد الظهور في مهرجان برلند لانه كان موجود كمان السنة اللي فاتت واعتقد انه فاز بالجايزة الفضية. هو مخرج الفيلم وكاتب السيناريو والمنتج والمصور والمنتير واعتقد انه هو كمان صنع الموسيقى التصورية بتاعت الفيلم. وهو آآ راجل صاحب ذوق وصاحب مدرسة فريدة شويتين في طريقة التعامل مع الافلام بتاعته وهي افلام انسانية في المقام الاول ودرامية جدا جدا جدا. والفيلم اللي هو فيلم اولا فيلم قصير هو زمن عرضه تقريبا ساعة مش اكتر من كده ولكن هو فيلم مليان يعني لما الواحد يتفرج عليه ما تحسش انك تفرجت على حاجة آآ خفيفة او حاجة كانت ممكن تتقدم في زمن اطول من كده وتم اختصارها او حاجة بالطريقة دي. الفيلم متقدم بالابيض والاسود رغم ان شخصيا مش عارف ليه ما شفتش معنى مباشر صريح وارد جدا ان اي حد يتكلم على الفيلم يحس حاجة مختلفة عني وارد جدا ان في حد يقول اي كلام يعني اللي هو الكلام المعتاد بتاع التباين بين المشاعر اقصى درجة يسارا واقصى درجة يمينا والكلام ده كله. حاجات دي لو ما حستهاش ما بقولهاش بصراحة. الفيلم آآ في بدايته بيلخبط الواحد في ادراك هو مين مركز الاحداث. لانك بتعدي على عدد من الشخصيات في البداية وانت مش عارفه وانا المفروض اكون مركز مع مين او بتتبع مين. آآ بداية الفيلم بتكون في عيادة لأحد الاطباء اللي بتعالج بالقبر الصينية والكلام ده. واثناء اليوم العادي في حياة هذا الطبيب بيزوروا ابنه اللي اعتقد ان علاقتهم ببعض لما كانتش وطيقة قوي. وبعدين بنكتشف انا بس يعني حغششكم الحتة دي ان مركز الاحداث هو الابن وعلاقته ببنت بيحبها. آآ البنت عاوزة تروح تدرس في ألمانيا وهو بيفجيئها هناك ده بقى تتبعوا الاحداث الاخرى. الفيلم عامل زي قطعة الدومينو كده يا جماعة مش مش انك مش اكمنه بيحكي قصة الولد. يبقى احنا بنتتبع الولد في كل حتة في الدنيا وبنشوف كل حاجة من منظوره. مش ده اللي بيحصل في الفيلم ده. المنظور بيختلف ومركز الاحداث بيختلف وتركزنا كمشاهدين بيختلف ولكن كل مشهد وكل مواجهة وكل فصل بيقابل اللي بعده او بي بيمرر الاهتمام للي بعده. وهو الفيلم مكون من ثلاث فصول كل فصل بيدور في مكان واحد بتفاصيل كتير بتحصل في المكان ده وحواليه. علشان نشوف او نلقي نظرة على فكرة الشباب الحيرة اللي بتبقى موجودة عندهم في انهم يجدوا الطريق اللي هم عوزين يكلموا يكملوه. حقيقة مشاعرهم الرومانسية ورغبتهم بالارتباط في السن ده. آآ تغير رغباتهم على مستوى الاهتمام التعليمي او ايه هو الطريق اللي عايزين يسلكوه. تعقدات العلاقات ما بينهم وما بين اهلهم. آآ طريقة استلهامهم للأفكار اللي ممكن تجي لهم واللي يحبوا يتتبعوها. وطبعا الوقعية الشديدة في طريقة التناول وفي طريقة تدفق الحوار ما بين الشخصيات وفي طريقة تتبع الكاميرا كمان من شخصية الاخرى اعتقد انها حاجة فريدة جدا ومن غير ما تكون عارف المخرج وانا شخصيا دي اول مرة اتفرج عليه لازم تعرف ان الموضوع ليه مدرسة. وانا لما قلت موضوع المدرسة ده ما كانش من دماغي انا قريت شوية وفهمت شوية ان هي دي مدرسته الدائمة وده موضوع اي حد حيحسه لما يتفرج على الفيلم. ولكن هو فيلم ينفع نقول عليه فيلم مهرجاناتي شوية آآ ان الواحد يتفرج عليه من اول والاخر بنفس مستوى الاهتمام. اعتقد ان ده بيشهد ببعض التفاوت. آآ اظن ان ما بين الاربع افلام اللي شفتوهم لغاية دلوقتي في المهرجان قد يكون الاقل استثاغة 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 بالنسبة لي انا شخصيا آآ ولكن ما اقدرش انكر اللغة السينمائية بتاعته قد ايه من المفيد ان حد يتطلع عليها وانه يشوف فكرة تناول شخصية واحدة او شخصيتين مع تبدل المنظور. دي اعتقد اكتر حاجة كانت مطيرة للاهتمام بالنسبة لي انا شخصيا. يبدو ان احنا هنتحرك في الحلقة دي بترتيب تفضيلي للافلام. ولو ان ده ما كانش مقصود قوي. ولكن الفيلم التالي على مقياس الترتيب في الافضلية هو الفيلم الالماني ام يورمان برضو من افلام المسابقة الرسمية. وهو فيلم في بعض الوجوه المألوفة لانه من اخراج ماريا شريدر اللي هي اخراجت كدلك مسلسل امورتو دوكس اللي كان ليه حضور في مسم الجوائز في الايمي وفي الجولدين جلوب على ما اعتقد. وكان ليه مراجعة عندنا على القناة وهو كان مسلسل قصير متميز جدا على مستوى الاخراج. وبيشارك في البطولة دان ستيفنز الممثل البريطاني اللي انا شخصيا بحبه وشايف ان هو عنده اه موهبة جيدة كان بيمثل في فيلم بيوتي ان دا بيست دا فيزتر اللي انا فاكر كويس. وهو لفت الانظار ليه من خلال فيلم دا فيزتر او انظاري انا شخصيا. قصة الفيلم بتدور عن امرأة في منتصف العمر بيتم اختيارها علشان تكون اه او تشارك في تجربة. التجربة دي هي تجربة تصنيع هيومانويد روبوت. اه المفروض ان هو بيرابلس او بياخد مكان الرفيق في العلاقة في العلاقة الرومانسية يعني. اه بانها تستضيف شخصية او روبوت او هيومانويد تم تصميمه بناء على رغباتها هي بالتحديد عشان يكون رافقها لمدة ثلاثة اسابيع اه وتعيش معاه زي ما يكونوا في علاقة يعني. وفي الاخر بتدي تقييم هل فعلا بي اه يعتبر بديل جيد او يعتبر بديل فعال للشخص الحقيقي للانسان في في شيء من هدي المفردات ولا لا? ودي يعني اول لما قريت عن الفيلم اول ما بتري تتفرج عنه حسيت شوية بانه شبيه في في حتة اه فيلم هر او امور تانية اتعملت كتير اعمال تانية اتعملت كتير عن موضوع تقييم العلاقة من المنظور الاسميئي المطاط جدا او الايجابي اوي بتاع الرفيق المبرمج على الرغبات. ومن خلاله من خلال تواجد هذا الرفيق. تعال نشوف بقى انعكساته على الحياة من خلال العناصر بتاعة الوحبة. عناصر الرغبات الرومانسية. الرغبات الجنسية. الرغبات الاجتماعية. الامور دي كلها. دي حاجة تم قتلها بحثا من قبل. بالاضافة للجانب الاخر بتاع بداية شعور هذا الكيان باحسيس انسانية. بان هو المفروض ان هو متبرمج ككمبيوتر ولكن بيبتدي يطور مشاعر وحاجات زي كده ودي برضو شفناها في اعمال كتير وتعتبر مش اصلية اوي. وده الاحساس اللي ممكن يجي الواحد قبل ما يشوف الفيلم واثناء ما بيشوف الفيلم وبعد ما بيخلص الفيلم. ولكن نرجع ونقول انه على مستوى التنفيذ معمول كويس جدا. طريقة التعامل مع شخصية الروبوت وتكسيد دان ستيفنز في نقطة الالتقاء المقبولة ما بين الشكل المستقبلي المتطور اوي وما بين المحدودية بتاعة برامج الذكاء الاصطناعي. واعتقد ان تكسيده في النقطة دي بالتحديد كان جيد جدا جدا جدا. المقطة التانية نقطة فلسفة التصوير او الصورة في الفيلم لانها جميلة جدا. وفيها تباين بيتحس كتير. ما بين الجمال المستنع او الجمال نقول السطحي اوي بكل تأكيد محسوس ولكن دايما تحس فيه بتواجد عنصر الكتروني او عنصر اوتوماتيك اوتوميتد او حاجة زي كده وما بين عناصر الجمال الحقيقية اللي موجودة في المشاهد اللي هي علاقة اكبر بالطبيعة والامور دي كلها. الحاجة اللي على مستوى الدراما اللي انا شايف ان كان فيها قدر من التعمق مقبول او جانب دراسة حقيقي مختلف عن الباقي هو التطلع اكتر لتاريخ شخصية المرأة اللي هي المة لو انا فكر اسمها صح. لما بتفتح قلبها اكتر وبنبتلي نعرف التعقدات اللي موجودة جواها. لما بتاخد حرية التعبير او حرية التفاعل مع شخص عمره ما هيكون احكام ضدها. ده اللي حقيقي كويس. ده اللي حقيقي مختلف. اما باقي العناصر فانا شايف انها شبه حاجات كتير. واكتر حاجة ما عجبتنيش قوي في الفيلم في النهاية انها لما بتصدر التقرير بتاعها عن التجربة بتاعتها بتحكي كل المشاعر اللي المفروض المشاهد يحس بيها سواء هو فعلا حس بيها اثناء المشاهدة ولا لا. ولكن ده من الافلام الابروتشبل من الافلام اللي مش معقدة قوي مش افلام مهرجانات مش زي الفيلم الكوري اللي كلمنا عنه في الاول. آآ شبح حاجات شفناها قبل كده كتير. ولكن آآ فيلم يتشاف في السينما. يتشاف في قعدة. يتشاف في صهرة. حقيقي فيلم كويس. الفيلم التالت اللي شفته وهو اهم فيلم بالنسبة لنا اعتقد وهو الفيلم المصري التونسي الالماني سعاد. الفيلم اللي كان تم اختياره السنة اللي فاتت المشاركة في مهرجان كان ولكن آآ خد ختم المشاركة ولكن لم يعرض لان المهرجان آآ ما حصلش طبعا بالسبب كوفيد والكلام ده كله. وبيشارك في مهرجان برلين خارج المسابقة الرسمية وفي قسم تانوراما تم عرضه النهاردة وتفرقت عليه النهاردة. وهو آآ فيلم من اخراج ايتن امين عن سيناريو المحمود عزت ومن بطولة ممثلين احنا ما نعرفهمش او انا شخصيا على الاقل اول مرة اشوفهم بسانت احمد في دور سعاد وبسمالة الغايش في دور رباب وحسين غانم في دور احمد آآ وانا اصدت اقول اسمائهم لان هي دي الادوار اللي عجبتني جدا ولان ولانهم فعلا ممثلين كويسين جدا مركز الاحداث بتاعتنا هي سعاد اللي بتقوم بدورها بسانت احمد وهي بنت عيشة في الشرقية في اسرة آآ متوسطة في حال متواضع شويتين آآ احوال متحفظة زي ما احنا متخيلين لبنت لسه بتدرس في سن ما بعد المراهقة او في المراهقة عندها تقريبا تسعتاشر سنة وعندها تعقدات كتير على المستوى العاطفي وعلى المستوى الرومانسي وعلى المستوى الجنسي كذلك وعلى مستوى ايجاد المكان اللي هي تحب تكون موجودة فيه في مجتمعها وما بين صاحبتها والحاجات دي كلها في ظل التكنولوجيا الحديثة زي الموبايلات والسوشال ميديا والامور دي كلها وعندها زي ما تكون علاقة رومانسية مع ولد اسمه احمد آآ وبتخلق زي ما ممكن نقول واقع موازي مليان حاجات كتير مش حقيقية بتحكيها عن وظيفة خطبها عن عيلة خطبها عن الدراسة اللي هي بتدرسها عن وضع عيلتها عن الامور دي كلها علشان تشعر نفسها بالرضا آآ والانطباع اللي ممكن ناخده عن الاحداث هو انها دراسة لبنت في السن ده في المجتمع ده بالتعائدات دي كلها وبعلاقتها باختها علاقتها بصديقاتها علاقتها مع الولد اللي بتحبه علاقتها مع امها والامور دي كلها ولكن في غياب حبكة في غياب حدث بارز وده اللي بيستمر معنا لفترة طويلة لغاية لما انا شخصيا اتفاجئت بحدث يعني انا اتصدمت لما حصل داخل احداث الفيلم انه حدث بارز جدا يؤاهل التصنيف بتاع الفيلم كله او ينقله من كونه فيلم بدون حبكة وقائم في الاساس على الدراسة لفيلم بحبكة ولكن كمان مرة قايم بشكل كامل على دراسة الشخصية دي بالتعائدات بتاعتها لان اللي بيحصل بعد الحدث ده مختلف جدا يعني في الافلام الممثلة وهو خلونا ننكلم بصراحة ختم الافلام المصرية اللي بتعرض في المهرجانات العالمية او اللي بيتم الترحيب بيها بيبقى فيها بعض الجرأة في تناول اصرار بعض الفئات في المجتمع في العادي السينما بتاعتنا او الوسائل بتاعت الاعلام بتاعتنا ما بتنقلهاش بحقيقتها رغم ادراكنا بالكامل للحقيقة دي ودي في الاغلب بتبقى افلام على مستوى المشاهدة ممكن تكون معقدة شوية او على الاقل بمفتقدة لعنصر المتعة لعنصر ان المشاهد يشتغل معها بمخه او يتواصل معها بقلبه اوي بيبقى حسس ان هو باحث اجتماعي اكتر منه مشاهد لفيلم السينما ولكن لو حد فيكو جاله فرصة ان هو يتفرج على فيلم سعاد واتمنى ان انتوا تتفرجوا عليه لانه فيلم متميز جدا فعلا والبداية ادت له انطباع نصيحتي بس اتقل شوية على انطباع ده اتقلوا شوية على انطباع ده اصبروا شوية انتظروا الحدث لان اللي بيحصل بعده حاجة مختلفة وحاجة تخليك فعلا تبتدي تتواصل يعني لو كنت لاغي قلبك من المشاهدة وبتشغل مخك بقدر معين حاطت نفسك فيه كمصدر للاحكام اكتر منك واحد من افراد المجتمع اللي المفروض يكون بيتفرج على حدوتها حتتقلب فجأة حتلاقي فيه تواصل فجأة حتلاقي فيه تعاطف فجأة حتلاقي فيه انخراط داخل التفاصيل بتاعت الشخصيات كلها وفجأة حتلاقي كل الاحكام اللي انت اصدرتها بيتم تغييرها على الاقل او بتتحدى تفكيرك او بتتحدى الانطباعات اللي انت ممكن تكون كونتها عنها فيلم سعاد فيلم جيد في بعض العناصر بتاعت المهرجانات اللي احنا وليس في الترتيب الرابع يعني اللي هو بالنسبة لي انا التاني وليس الاول لان الفيلم الرابع او الفيلم الاول بالنسبة لي في التفضيل فيلم مختلف الفيلم الرابع اللي شهدته وهو فيلمي المفضل في المشاهدات اللي اختبرتها لحد دلوقتي هو الفيلم اللبناني الفرنسي الكندي القطري ميمري بوكس وهو ليه اسم تاني بالعربي مش عارف مراسلات حاجة او مكاتبات حاجة مالحق تشتسجله ودورت عليه كتير على الانترنت مش عارف لا ايه بس هو فيلم طبعته لبنانية جدا 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 وبيدور عن اسرة مكونة من ام وبنتها وجدة البنت اللي هي ام الام عايشة معاهم كلهم مهاجرين عايشين في كندا الام بس مش عايشة معاهم هي موجودة معاهم في كندا ولكن مش عايشة معاهم في نفس البيت في حياة رتيبة البنت بتحاول فيها انها تجد اسباب للتواصل مع الام ومعرفة بعض المعلومات عن ماضيها او انها تحكي لها حكايتها ولكن يبدو ان الام في حياتهم كلها كانت منغالقة جدا لغاية لما في يوم من الايام بيظهر صندوق بيجي لهم بالبريد والصندوق ده عبارة عن عدد كبير جدا من الصور والذكريات والخطبات والملحوظات وحاجات كتير جدا كانت الام بتكتبها وبتبعتها لصديقة لها احد اصدقاء طفولتها يعني والصديقة دي بعد ما كبرت ماتت ورجعوا لها الصندوق ده بكل اللي فيه والام بترفض انها تعرف البنت اللي موجود جواه الصندوق ولكن البنت بتبتدي انها من وراء الام تطلع على المكاتبات دي او على الرسائل دي او على الصور دي علشان تقعرف حياة الام كانت عاملة ازاي ولما كانت في سنها كانت عايشة في انهي ظروف والظروف دي هي ظروف الحرب الاهلية اللبنانية بالتغير اللي حصل في المجتمع نفسه من الشعور للامان للخطر الدائم الخطر الاتل في كل لحظة للتفجيرات للموت لتغير الحياة بتاعتهم بكل الانماط بتاعتها بما فيها الجانب الرومانسي في حياتها لانها كانت مرتبطة بولد وبتحبوا بالتعائدات اللي في العلاقة دي كلها وطبعا اطلاع البنت على المعلومات دي بيغير في البنت نفسها وبيغير في منظرها لامها لغاية لما بيحصل ما بينهم مواجهة وبعد كده الاحداث بتنطلق وبتستمر طريقة السرد بتاعت الفيلم فريدة جدا يا جماعة لان كل شوية بنشوف صور بنشوف عدد من الصور بنشوف فيلم لسه ما تحمطش بنشوف الطريقة بقى القديمة الكلاسيكية قوي في عمل المذكرات والخواطر والحاجات دي كلها في دمج الصور مع الكلام وبعد كده كل مقصوصة احنا قدامها وكل صور احنا قدامها وكل تسجيل صوتي او شريط كست احنا قدامه بياخدنا معاه لأحداث بتمثل فعلا ما هيش حكاوي بنسمعها وبس يعني الفيلم فيه فلاش باكس ولكن الوسيط اللي بينقلنا للفلاش باكس دي هي المذكرات هي العناصر اللي بتكلم عنها شريط كست تعليق صوتي عدد من الصور وراء بعض امور من هذا القبيل والطريقة دي على المستوى التقني والفني من اعظم ما يمكن شوفناها قبل كده وبنشوفها بشكل متكرر بالتحديد في الافلام القصيرة لما بنعوز ان احنا نحكي قصة من خلال الفوتوغرافية او امور زي دي اللي بيطلعوا على الافلام القصيرة اكيد شافوا الكلام ده كتير ولكن توظفها في الفيلم ده كاداة انتقال لفلاش باك لفلاش باك متصور فعلا مليان دراما ومليان تمثيل يعني احنا عندنا الام اللي موجودة في كندا دي وعندنا البنت اللي بتجسدها لما كانت مراقة ممثلة موجودة جوه الفيلم نفس الموضوع بالنسبة للجدة لما كانت ام البنت دي وموجودة جوه الفيلم فالانتقال ده ساحر جدا على المستوى البصري تم استخدام فيه بعض الادوات اللي شبه الكولاج اللي شبه القص واللزء ولكن جميلة وجذابة ورائعة جدا التباين والاختلاف في بعض المشاهد الرمزية اللي بتنقل ازاي لبنان اتغيرت في زمن الحرب وهي مشاهد غير حقيقية هي مشاهد سريالية في الاساس ولكنها برضو فريدة جدا على مستوى التنفيذ ده من الافلام اللي حقيقي زي ما بقول دايما فيه فيلم تحس به تحس فيه بوجود المخرج وفيه فيلم تحس فيه بوجود المخرج فتنبسط ده من الافلام اللي تحس فيها بوجود المخرج فتنبسط لو انا فاهم كويس مخرجة الفيلم اللي هي وخليل اعتقد ان هما متجوزين واعتقد ان دي الحكاية الحقيقية بتاعة جوانا بس مش متأكد من ده قوي اهي دي بقى الحاجات اللي كنا بدي مبسوطين لما بدي موجودين جوه المهرجان عشان بنقعد نشوف المخرجة هتتكلم امتى ونروح نسأل الحاجات دي ونطلع عليها طبعا احنا عادين في بيوتنا عاملين نخمن ونهبد وكل سنة وانتو طيبين الفيلم جميل وحلو ده من الافلام اللي حنتواصل عليها من بديتها لنهايتها حتى مع الجوء لبعض التعبيرات السريالية وبعض المشاهد الغير حقيقية او الرمزية في المقام الاول ولكن التواصل معها من اسهل ما يمكن التواصل مع النسختين من الام سهل جدا التواصل مع البنت اللي في كندا في الوقت الحاضر سهل جدا ونهاية الفيلم كمان جميلة جدا فيلم رائع الحقيقة يعني انا عن نفسي البداية بتاعته بس اللي احترت فيها شوية لغاية لما معرف احنا الاحداث بتاعتنا حتنطلق منين وحتقضنا لايه ممكن تكون كانت مربكة شوية صغيرة بالنسبة لي عدم اطلعنا قوي على معاناة الام على معاناة ام البنت اللي هي بطلة احداثنا يعني في البداية او معرفتنا بيها اكتر بعد ما الصندوق ظهر اعتقد ان دي كانت تبقى افضل لو كان لها مقدمات كافية في البداية علشان نقدر نشوف الاحداث كلها من منظور البنت اعتقد ده كان حيبقى افضل شوية لكن غير كده انا ما عنديش اي مشاكل مع الفيلم واعتقد انه حيكون من الافلام المهمة اللي حنسمع عنها كتير في الفترة اللي جاي بعد ما انشر الحلقة دي حاجري بسرعة اتفرج على الافلام اللي في المسابقة الرسمية النهاردة وهي افلام فيلم فرنساوي وفيلم فورست اي سي وافريوار فيلم ماجري وفيلم وات دوي سي وان وي لوك ات دا سكاي فيلم من جورجيا والمانيا معرفش لو التلات افلام دول هيستفزوني بالقدر الكافي ان نعمل عنهم حلقة على طول ان شاء الله بكرة او حستنى اضم عليهم الافلام اللي حشوفها بكرة وبعدين اعمل حلقة لو عندكم اي اقتراحات للتغطية داية ياريت تشاركوا بها في القومنس واتمنى انها تكون مفيدة بالنسبة لحضراتكم وانا عارف كويس ان دي حلقات مش حيبقى لها شعبية كبيرة لانها افلام بتتكلم عن مهرجان ولكن اعتقد ان المحبين السينما اللي موجودين على القناة حيقدروها ولو بس عجبت مش عايز اقول لكم لو عجبت 200-300 بني ادم فقبق انا كده عملت اللي انا عاوزه وهو ده اللي كنا عاملين فيلم جمد من اجله في الاساس اكتشاف افلام وبناء حوارات ومناقشات حولها ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك و توتروني مو بودجو و باي باي